ندوة جديدة يستضيفها مقر حقوق الإنسان بجينيف حضر من خلالها الملف اليمني في جوانب عديدة من تفاصيل المأساة اليمنية التي خلفها الانقلاب الندوة التي قدمت فيها العديد من أوراق العمل في الجانب الإنسان والصحي وجانب الانتهاكات بحق المدنيين أظهرت مجتمعة تفاقما كبيرا للوضع الكارثي في البلاد ففي الجانب الصحي أظهرت الورقة المقدمة حالة الانهيار الكبير للمنظومة الصحية في البلد جراء توقف رواتب الموظفين وخروج معظم المنشآت الصحية عن الخدمة خصوصا في المناطق القابعة تحت سلطة الميليشيا أو تلك التي تشهد مواجهات مستمرة وحصارا خانقا من قبل قوات الانقلاب كما هو الحال في تعز الأمر الذي نتج عنه كارثة صحية تهدد حياة الملايين من السكان حيث أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 14 مليون شخص لا يحصلون على خدمات الرعاية الصحية بما في ذلك مليونان من النازحين والمشردين داخليا وأن أكثر من نصف سكان البلاد لا يمكنهم الحصول على المياه النظيفة أصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي والنظافة أما في جانب الانتهاكات أكدت الورقة المقدمة في هذا الجانب استمرار الميليشيا في الانتهاكات ضد المدنيين مفيدة أن أكثر من ألفي مدني يتعرضون لأصناف من التعذيب النفسي والجسدي القاسي والمنافي لكل القوانين والمواثق الدولية داعية المجتمع الدولي إلى ضرورة أن يكون جزءا من الحل في اليمن من خلال الضغط على الميليشيا في الاستجابة لشروط إنهاء الحرب إذن أرقام مخيفة وكارثية تلك القادمة من اليمن والمتداولة في أروقة المنظمات الدولية فهل ستكون مثل هذه الندوات قادرة على الخروج بفعل ضغط باتجاه إحلال السلام في اليمن ذلك ما يأمله الملايين من اليمنيين ممن يعيشون في فوهة الكارثة